ومن مجهز الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم والبداية من صحيف انتداء الوطن التي كتبت باسيل يستحضر شياطين التسعين تحضروا لتمر التشرين وفق السيناريو المعهود نفسه لم تدم مفاعل اجتماع قصر بعبدة أكثر من 24 ساعة ليسارع رئيس تيار الوطني الحرج بران باسيل إلى صحب البصاط العوني من تحت أقدام الرئيس المكلف وفركشت خطواته للإحاء بأن الرئيس المكلف عاد إلى التلكؤ والتباطؤ لكن فعليا باسيل هو صاحب المصلحة الأكبر في عدم تشكيل حكومة جديدة حسب مشددات الأوساط الحكومية لأنه يحتاج إلى شماعة لتغطية مخططه ونوياها المبيتة حيال الاستحقاق الرئاسي موضحة أنه بعد تدارس خياراته الرئاسية وجد ضلته ومصلحته في خيار البقاء على حكومة تصريف الأعمال أولا بسبب الحصة الوازنة التي يمتلكها في تركيبتها والتي لن يحصل على ما يوزيها في أي تشكيلة جديدة وثانيا لأنها ستشكل له الذريع الأمثل في تحضير الأرضية الدستورية لما يمكن أن يقدم عليه من خطوات انقلابية في نهاية العهد والتي قد تبلغ حد فرض بقاء عون في قصر بعبدة وبالاستناد إلى كلام باسيل نفسه أمس رأت الأوساط أن استحضاره شياطين العام 1990 في معرض الإشارة إلى أن الهدف من وراء تمرد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدة كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية إنما أتى بمثابة تحضير الأجواء الإعلامية والسياسية لفرض تمرد عوني جديد في تشرين المقبل تحت شعار نحن حراس الرئاسة الذي استخدمه في ختام كلامه للتلويح بشكل مبطن بأنه لا ينوي تسليم مفاتيح القصر ما لم تتم تلبية شروطه الرئاسية من نداء الوطن إلى الجمهورية الحراك الحكومي لا نتائج عجلة مصادر مطالعة واكب حركة الاتصالات الجارية قالت للجمهورية إن بعبدة تنتظر جواب الرئيس المكلف حول الإسمين البديلين من وزيري الاقتصاد أمين سلام وشؤون المهجرين عصام شرف الدين بعد من حصر التعديل الدستوري الوزري عفوا بهما وطويت قضية تغيير وزير الطاقة نهائيا بحيث سيبقى وليد فياض فيها كما أن الحديث بين عون وميقاتي لم يتناول أي وزراء آخرين ولسيما منهم وزيري الصحة فراس الأبيض والخارجية عبدالله أبو حبيب كما تردد في بعض الأوساط ولن يطولهما أي تعديل وقالت هذه المصادر إن البديل من وزير الاقتصاد ما زال مدار مشاورات لم تنتهي بعد ولو أنها انتهت لكان ميقاتي زارب عبدأمس وفيما أفادت معلومات الجمهورية أن رئيس الجمهورية يصر على تسمية البديل من سلام وأن ميقاتي يصر في المقابل على أن يكون بديله صني عكري لم تشأ المصادر الكشف عن هوية الاسم المطروح من كلا الرجلين وذكرت أن البديل من وزير المهجرين لم يعد وليد عساف الذي كان مطروحا ليكون وزيرا للصناعة في الصيغة الأولى التي سلمها ميقاتي إلى عون بخط يده في حزيران الماضي عندما اقترح نقل الوزير جوج بوشيكيا من وزارة الصناعة إلى وزارة الاقتصاد أيضا وفي الإطار الحكومي كتبت صحيفة النهار لهذه الأسباب أعيد تشغيل خط بعبدة السرية تكشف مصادر سياسية للنهار أن إعادة تشغيل خط بعبدة السرية جاءت بناء على اتصالات ومشاورات لتمرير الاستحقاق الرئاسي بعدما أبلغ البعض بأن هجوما معاكسا يحضر له من دوائر بعبدة بالتكافل وتضامن مع التيار الوطني الحر وقد تصل الأمور إلى ما حصل في أواخر الثمانينيات من تظاهرات واعتصامات وأهزيج في قصر الشعب من مناصر العمدعون من هنا استشعر بعض السياسيين وبناء أيضا على نصائح خارجية وتحديدا من فرنسا بأن الخطر من الفراغات وربما يدخل البلد في فوضى عارمة وينقل أن اتصالات جرت من قبل دوائر الإليزي مع ميقاتي لإعادة التواصل مع بعبدة بترحيب ودعم من حزب الله كي لا يقال أنه من خلال دعمه المستمر لرئيس الجمهورية وصهره يساهم في انهيار البلد وتعطيل الاستحقاقات الدستورية كونه الآمر الناهي في كل الملفات وتشير المصادر نفسها إلى أن أكثر من صيغة تطرح بعد أحياء خطب عبدة السراية وكسر الجليد بين عون وميقاتي فأما حكومة جديدة وحظوظها مستحيلة وأما تطعيم الحكومة الحالية بمعنى ما يرضي رئيس الجمهورية وباسيل لأن الهدف هو تحصين التيار الوطني الحر بعد خروج عون من بعبدة مثقلا بالإخفاقات إلى تراهل التيار البرتقالي ما ظهر جليا خلال الانتخابات النيابية الأخيرة بمعنى أن باسيل يراهن على وزراء أقوياء ومن حلقته ضيقة يمكنهم الصمود والمناورة إذا ما حصل فراغ رئاسي وفي صحيفة اللواء مقال بعنوان الثنائي فرمل تحميل وزير المال وحده وزر الدولار الجمركي يتوسع الخلاف حول الجهة صاحبة الصلاحية برفع الدولار الجمركي بتحديده بعد كتاب الرئيس نجيب ميقاتي إلى وزير المال يوسف الخليل بالمبادرة إلى تحديد سعر الدولار الجمركي بالتشاور مع حاكم مصرف لبنان استنادا إلى تخريج من قانون النقد والتسليف المادة 229 كان من اللافت صدور موقف من عين التيني على لسان النائب علي حسن خليل أن رفع الدولار الجمركي هو من صلاحية الحكومة الكامل وفقا لقانون الموازنة والمطلوب إعطاء دراسة حكومية حول الأثر الاجتماعي له وتكلفته على رواتب القطاع العام والخاص ولم يكن حزب الله على لسان النائبين حسن فضل الله وعلي فياض بعيدا عن الرفض الضمني لتحديد سعر صارف الدولار الجمركي بـ 20 ألف ليرة لبنانية مؤكدين أن الصيغة المتداولة في الأعلام للدولار الجمركي غير مقبولة والخوف من جنون الأسعار والفوضى التي تتحكم بالأسواق أما هواجس التيار الوطني الحر بعد رفض الرئيس ميشيل عون توقيع مرسوم رفع دولار الجمركي على نحو المقترح فهو الضغط على الرئيس المكلف لإعادة القبول بتأليف الحكومة على طريقة القبول بمطالب عبدة لجهة إضافة ستة وزراء دولة يمثلون الطوائف وعدم الاكتفاء بتغيير وزيري الاقتصاد والطاقة المحسوبين على الفريق الرئاسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر